عالم الزراعة بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا ومرحبا بحضرتكم في فيديو جديد على قناتكم قناة عالم الزراعة في هذا الفيديو ان شاء الله هنتابع زراعة الرومان من البذرة لحين وصول الشكلة زي ما حضرتكم شايفين ازاي ألمناها وازاي اعتننا بها وسمدناها هيكل لنا فيديو اخر عن الزهار ازاي حول النمو بتاع الشكلة للتزهير وازاي احافظ على التزهير ويكون عندي السمر ان شاء الله كل اللي علي ان انا اختار سمرة رومان جيدة اجيب نوعية تكون كويسة وابدأ اطلع منها بذور الرومان اطلع منها حبات الرومان وضروري تكون الحبة مش مصابة او مش بيضة يعني ما تكونش يتلفل البذور اللي انا اخدها او حبات الرومان اللي انا اخدهم احاول اطلع اجيب حبات رومان تكون سليم عشان اضمن ان الجنين يكون سليم وما يكونش ميت او ما يكونش يحصل له عفان. هبدأ اشيل الرمان اللي احمل على البزرة. واطلع الجنين بسي. وده طبعا سهل جدا بيطلع الجنين لما ادوس عليه بالصبعي. هبدأ اخد الجنين زي ما حضرتكم شايفين. لو دست عليه بالصبع هيطلع الجنين. هاخد الجنين. والكل اللي انا محتاجه بس هو الجنين. وبعد كده اجيب تربة زراعية سماد مشتل. انا بفضل طبعا سماد المشتل افضل من البتموس لانه فيها عناصر غزائية. وهبدأ اوزع البزور بتاعتي. وابدأ اغطيها. بعد ما اوزع البزور بتاعتي هغطيها على عمق سنتي. مش اكتر من سنتي. ولا اقل من سنتي. وبعد كده هرويها رية غمر. وهنتظر. في خلال اسبوع هتكون نبتت معي. هنشوف النتائج بعد الفاصل. ونشوف المعاملات اللي هتقوم بها بعد الفاصل. هنا بعد سبع ايام بدأ الانبات في هذه المرحلة. انا طبعا مش هقوم باي معاملات نهائيا غير ان انا احافظ على رطوبة التربة والري الخفيف. وبعد ما تبدأ تكبر الشتلة هنبدأ سمد الشتلة. بعد ما يتم الانبات وبعد ما يكون الشتلة ارتفحها تقريبا عشرة سنتي نبدأ نفرد الشتل بتاعنا. هنا ما شاء الله الاشتال بتاعتي والنموات اكتمل الانبات عندي. اصبح عندي الشتل جاهز. هبدأ اوزع الشتل ده وكل شتلة في الصيس او كل شتلتين في الصيس. حسب ما انا هبدأ اشتغل. بنفس الطريقة هبدأ اطلع الاشتغل بتاعتي. وضروري جدا لما ابدأ اوزع الاشتغل لازم يكون في كل شتلة جزور. احاول بقدر امكان ان انا اخد اكبر كمية ممكنة من الجزور في الشتلة. بالراحة طبعا عشان اخد الجزور مع الساق مع الشتلة. ما اقطعهاش. طبعا هنا الشتلة ضعيفة لان احنا لسه ما سمادناش لسه نعملناش فيها اي حاجة اطلاقا. البزور دي انزرعت بتاريخ اه تمنتاشر خمسة الفين وتسعتاشر. الجو في الوقت ده وبيكون حر. مش جوه مناسب طبعا للزراعة. اه فبالتالي كنت بقدر ان كان بخليها جوه في البيت في اضل. هبدأ افتح فتحات واحط الشتلات بتاعتي. وادفن عليها. وبعد كده اروي رياء غمر. لو جينا الوقت احنا حاليا في فبراير هو معاد مناسب لان الجو مناسب للزراعة. هو افضل معاد لنهاية شهر مارس ان انا ابدأ اقوم بعملية زراعة بزور الرمى. او اغلب الزراعات في الوقت الحالي. وجوه مناسب وقت مناسب الزراعة. هروي رياء غمره مرة تاني هنا للنبات بتاعي. وهبدأ اسمده سماد بنجر. في المرحلة دي انا عندي هنا مشكلة وهي في اصابة زبابة بيضاء اصابة حشرية. هبدأ ارش للنبات بتاعي القرنفل. وهستمر على نفس طريق التسميد ان انا هسمد سماد البنجر او هسمد سماد السكر الاحمر او هسمد سماد العسل الاسود. اي نوع من انواع التلات اسمده او سماد العرز اي نوع من الاربع انواع الاسمده دولة هتوفر عندي هسمد وهستمر على نفس طريق التسميد للنبات. طبعا هنا تلات اشتال مش هعمل فيهم اي حاجة الواتي ومش هتدخل فيهم في عملية التربية. غير بعد شوي لما النبات يكبر اكتر ويكون النبات قوي عشان ابدأ اختار الافرع اللي انا هتركها واشير الافرع اللي انا مش عايزة. وده هنشوفه في الفيديو برضو. هنا ما شاء الله اه الشتلة قوية الافرع كتيرة المجموع الخضري قوي. هبدأ في المرحلة دي اعمل عملية تربية. عملية تربية ان انا هختار سوق رئيسي وهشير كل السرطانات وكل الافرع الجانبية اللي موجودة. هنشوف بعد ما نبدأ نشتغل بالمصد هيزهر قدامي النبات وهبدأ اختار الافرع الرئاسية والاساسية والقوية وهبدأ اشير كل الافرع الاضافية او السرطانات. كل الافرع اللي تحت تقريبا انا بخلي على ارتفاع اه تمانين سنتي ولكن انا هخلي الشتلة بقدر امكان قصيرة شوي او اصغر شوي عشان ابدأ تبدأ الشتلة تنتج معايا في البيت. كل الافرع الجانبية كل السرطانات هبدأ ازيلها بالكامل وهخلي ساق واحد بس في كل شتلة. هنا الشتلة دي فيها ساقين. هخلي الساقين وهنتظر كمان شويها هشوف لو فيه مساق تفوق عن الساق الاخر هخلي الساق المتفوق او القوي وهزيل الساق الضعيف. ولكن لو الاتنين اشتغلوا كويس معايا هخلي الاتنين. هنا عندي زي ما قلت لحضركم في عندي سقان قوية شتلة فيها تلات سقان قوي وشتلة فيها ساقين وشتلة فيها ساق. هنا ساقين ساق تلات سقان. هشيلز واحد منهم وهخلي اتنين بس بيكافيني او هنتظر بعد ما اشوف النمو. ازا لقيت ان الافرع كلها او السقان اللي انا ترقتها بتنمو فيها المواد قوية والنبات قوي ما فيش مشكلة ان انا اخليهم. بعد اسبوع هرجع للنبات بتاعي تاني وهبدأ اشوف الافرع اللي ظهرت في المنطقة السفلية والساق هبدأ ازيلها وهخلي القمة النامية بس والفروع الجديد اللي اطلع لي. هقلب التربة وهنكش للنبات بتاع التربة بتاعته وهكمل في عملية التسميد اللي انا بدأت فيها من البداية سماد البنجر او سماد الارزة او سماد العسل الاسود او سماد السكر الاحمر. هنا بعد كمان مرور عشر ايام ما شاء الله بدأ النبات اقوى وبدأ افضل من الاول. طلع لي فروع جانبية فيه سرطانات طلعت تحت. السرطانات اللي طلعت تحت تهزيلها طبعا مش محتاجها. ولكن الفروع اللي فوقها خليها عشان هي دلها جيب لي الازهار ودلها جيب لي الانتاج. الرمان بيتحمل العطش وبتحمل الحرارة. ولكن ما بيتحملش البرد. البرد بيأثر كتير على الرمان. والحر الشديد بيأثر على الرمان. ولكن نوعا ما مقارنة باغلب الفواكه الرمان بيتحمل درجة الحرارة المرتفعة. هبدأ اسند النبات بتاعي لانه بعد شوية هيبدأ يمكن ينام او ينكسر. هبدأ اسند النبات بتاعي. هنا ما شاء الله النبات وضعه ممتاز جدا. الشطلة الوقتي تاريخ خمسة اتنين الفين وعشرين يعني انت قريبا اقل من تمن شهور عمرها. هتبدأ في في الفترة الجاية في شهر تلاتة تبدأ ان شاء الله تزهر ويكون لنا ان شاء الله فيديو اخر عن عملية التزيير وعملية عجد الازهار وعملية الانتاج. هنا في المرحلة دي طبعا انا هبدأ اغير السماد بتاعي. ابدأ اسمد النبات بتاعي بسمادة السمك. ابدأ احفز النبات على عملية التزيير. وده ان شاء الله بذلها نشوفه في فيديو قادم ان شاء الله. اتمنى من الله اني اكون قدمت حضركم على المنفيدة. اتمنى ان الجميع يكون استفاد ولا تنسوا زكاة العلم تبليغ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.